وفي الموقف الحكومي من خيارات التصعيد قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة سبهان مولاتشياد أن جميع الفصائل المشاركة في الحكومة ملتزمة بسياسة مغداد المتعلقة في ملف العلاقة بواشنطن بينما فاصيلان أو ثلاثة خارج الحكومة وهي غير ملتزمة وهناك حوار وتواصل معها وعن الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية قال مولاتشياد أن الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسي وجمد التيار لكن هذه الدعوة هي عمل سياسي فهل رفع التجميد مثلا مضيفا أن هذه الدعوة قرار غير سهل تتحمل مسؤوليته الحكومة والبرلمان لأن أغلاق السفارة الأمريكية يعني نهاية التمثيل الغربي وفي السياق يتداول ناشطون وثيقة موقعة من 40 نائبا من أصل 329 تؤيد أغلاق السفارة الأمريكية ما يؤشر حسب مطلعين بأن المواقف في السر مختلفة عن مثيلاتها في العلن ترجمة نانسي قنقر